نتطرق الى نوع اخر من انواع الاميبة الغير ممرضة اللي هي اندوليماكس نانة او اسم اخر لها اندوليماكس انتستينالس هذه ايضا تكون الديستربيوشن جيوغرافيك فالتها منتشرة في كل انحاء العالم او اغلب الدول العالم بالنسبة للمورفولوجي اللي يميزها شكلها دروفوزويتماتها من 6 الى 11 مليتر ديوكلياس مالتها تكون ايضا شكلها سفيريكال داعري مع قد تكون الكريسوم الجسم النووي او الجسيم النووي يكون وسطي سنتريك او اسنتريك او اكسنتريك اللي هي غير وسطي غير وسطي في فالكان غير الوسط تكون باليومورفيك شكلها متعددة الاشكال تمان اه رح نشوف طبعا السبلت انتو سيفرال ماسز كونكتد وذ سيلندرال ثريد تكون الاكريسوم تحتوي على كروماتين اللي يكون على شكل قتل اه متعددة ومنتشرة مربوطة فيما بينها بخيوط خيوط اسطوانية سيلندر ثريد موجود مثل بقية الانواع السابقة ارتباط الكروماتيدات على غلاف النوات اه على الغلاف النوات ما منتشرة على غلاف النوات ولا مرتبطة بغلاف النوات بالنسبة لللايف سايكل تشبه الى حد كبير لايف سايكل او في انتيميبا كولاي اوكي اه عدى طبعا المود اوف ترانسميشن اكسب ذا متشور سيست روببلي بروديوست فور نيو اميبا افتر اكسس اكسس تيشن يعني تضطينا اربع في طريقة انتشار الاميبا هناك تضطينا اكثر عدد هناك تضطينا السيست الوحدة تضطينا اربع اميبا اربع خلايا جديدة بعد انفتاح او انشقاق او انفجار الكيس الفيسيولوجي مالتها بالنسبة الاندولايماكس ناني اللي تكون موجودة باللومن اوف دا لارج انتيستيني يعني موجودة في غلاف وفي بطانة الامعاء الغليظة الاندولايماكس ناني احنا مثل ما اتطرقنا بالبداية انه نانباثوجينيك اذا هو باثوجينيسيتي ما يمثل امراضية ولا يسبب امراضية في الانسان ولا في الامعاء الغليظة للانسان نجي الدايجنوسيز الدايجنوسيز تكون طبعا بالاعتماد على حجمها الصغير اللي احنا بداية قلنا حجمها يكون تكون حجم اصغر من اقرانها فتكون سمول سايز وكذلك النيوكريا اصماتها تكون كوادري نيوكريات رباعية النوات رباعية النوات بالنسبة للسيست لان احنا قلنا الكيس الواحد سيعطينا اربع اميبة جديدة فبالتالي هي جاية من اربع انوية في داخل هذا السيست اذا هي تحت المجهر ستظهر لنا الاكياس رباعية النوات وكذلك حجمها تكون اصغر من بقية الانواع التريتمت ماتها هي من النوع اللي تكون مقاومة للأدوية resistant to chemotherapy الأدوية الصورة عامة الكيميائية نجعل اللو دومي با باتولي الاسم الاخر ايو دومي با وليماس وليماسي هم ايضا كوزمو بوليتان يعني منتشرة في معظم دول العالم المورفولوجي اللي يميزها التروفوزويت هنا طبعا قدير يظهر بالفيسيز يكون حجمها من 9 الى 14 ملم والنيوكلياس هنا تميزها انها تحتوي على central كاريوسوم جسم نووي واحد وسطي تمثل النوات ثلث الى نصف حجمها والنيوكلياس طبعا مباريا ما بي كروماتين يعني ما توجد على الغلاف او موازية للغلاف النووي الكروماتيدات ولا حبيبات مثل النوع السابق اللي اخذنا وهذه طبعا نضيف لها اكثر صفة وهي ان هي يوني نيوكليار أو نيوكليات سيست يعني السيست مات ه الاكياس تحتوي فقط على نوية واحدة على نوات واحدة مع شنو مع غلاف سميك سيست وال وكذلك تحتوي على تجاويف اللي هي تحتوي على كلايكوجين كلايكوجين فاكول هذني اكثر ميزات اكثر ما يميز هذا النوع عن بقية الانواع حتى تحت الميكروسكوب اللايف سايكل ماتها طبعا حالها بقية مثل بقية الانواع اللي هي تكون تعيش في الانتستنال مثل الانتستنال الأبيبة الفيسيولوجي بالنسبة للباتش اللي تسكن وتستوطن في اللومين أوف انتستن في تجويف الأمعاء وايضا انه هو من البداية نوع غير ممرض نون باثوجينيك باراسايت أوف لارج انتستن أوف مان اذا تستوطن في الأمعاء الغليظة وتكون غير ممرضة الدايجنوسيز تعتمد على المواصفات اللي اخذناها سابقا هي تميز هذا النوع تحت الميكروسكوب عن بقية الانواع ادنا الان النوع اخر ايضا غير ممرض اللي هو ديب تاميبه فراجلوس تكون ايضا الفراجلوس منتشرة في معظم دول العالم بالنسبة للدستربيوشن معتها مورفولوجي مورفولوجي فراجلوس في القطر بالنسبة للتروفولزويد وكذلك اه تكون اه ثمانين بالمئة منهن تحتوي على نواتين 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 تحتوي على تون نوكرياي تحتوي على نواتين و اه لا تحتوي في الغلاف النووي على الكروماتين اه على الحبيبات الكروماتينية بالنسبة لل الكروموسوم يكون سنترال في الوسط و يحتوي فيه داخل على اربع الى ثمان تحتوي على اربع الى ثمانية فصوص و محاطة هذه الفصوص ب حلقة واضحة تحت الميكروسكوب هذا يساعدنا على تمييزها اللايف سايكل مالتها طبعا اكثر ما كان تستوطن بهو في الانسان انذمان اه وطبعا الشي اكيد همينا في الامعاء الغليظة لارج انتيستين سيست ار اناون the completion of this life cycle appear to be depend on the transmission of the تروفوزويت تروفوزويت تعتمد في انتشار هذا النوع من الطفيليات او البروتوزوة على التروفوزويت الباثوجينيسيتي احنا قلنا بالبداية انه من الانواع الغير ممرضة non pathogenic parasyte الداينوسيس تحت اعتمد اكثر شي على التروفوزويت لانه اكثر مشاهدة ورح نلاحظة اكثر موجود بال fresh liquid and soft stool يعني الخروج اللي يكون مائل الى السائل اشتركوا في القناة